لم تشهد محافظة ديقار أي تطور في ملف الاستثمارات على الرغم من حاجة المحافظة لها ومن المشاريع التي بقت تراوح مكانها هو مشروع إبراهيم الخليل الاستثماري الذي بدأ العمل به منذ عام 2013 حيث لم يتقدم أي خطوة إلى يومنا هذا المشروع الذي أصبح عبارة عن مكبل النفايات والذي أثر على الساكنين بالقرب منه دون أي حلول تلوح بالأفق يا عالم يا ناس تعالي شوفوا هذه الزبالة وهي بيوتنا في البانك في البانك يجيبون لنا مشاريع وهمية بعد مشاريع وهمية كلها كذي بيخلون فلوس بجيوبهم قبل ست شهر أو سنة نزلت العاليات والعاليات كان مؤجرة مؤجرة لمدة يوماً بس حفارة حفرة واشي قلك يشتغل ما بعد اليومين ما لقين هذا الشي لا الحفارة ولا الكرافانات ولا شي شنسر بالموضوع ما نعرف الحكومة المحلية في ذيقار تؤكد تعثير المشروع وإنها تعمل الآن إلى إيجاد صيغة حل نهائية له على الرغم من المطالبات الشعبية التي تتكرر باستغلال هذه المساحة الكبيرة في موارد أخرى وإنهاء هذه الفوضى الذي يعيشها الموقع وهو يتوسط المدينة حيث أنه أثر على مشهدها الحضارية في حال هناك وجود بعض الملاحظات أو بعض الإشكالات على موضوع التصاميم سوف يصار نعتقد أن يصار إلى فسخ الرقصة الاستثمارية وإلغاؤها محاوظ ذيقار جادة بمتابعة هذا الموضوع كون أن هذا مشوع من أهم المشاريع الاستثمارية الموجودة على مستوى محاوظ ذيقار كونه يقع في مربع المدينة إن شاء الله المتابعة جادة ونتمنى من المستثمر في حال المصادق على التصاميم أن يكون جاد بالعمل هنا موقع مشروع إبراهيم الخليل الاستثمارية الذي يقع وسط مدينة الناصرية والذي تحول إلى مكبل النفايات والمستنقعات نتيجة للإهمال الحكومي المتعاقب منذ سنوات والذي أثبت فشله كباقي المشاريع الاستثمارية في المحافظة لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار اشتركوا في القناة